ثلاث طلاب من إعدادية في الموصل إعدادية الموهوبين قدموا مشروع بيئي زراعي حقيقة يعني بالاعتماد على كميات كلش قليلة من المياه وإنتاج زراعة وافرة نعم تقدموا هذا المشروع للمسابقة وكان هناك أكثر من ثلاثة آلاف وأربعمائة مشروع منافس فازوا بالجائزة الأولى للإستدامة فرحنا لتكريمهم ومولنا مشروعهم من صندوق حماية وتحسين البيئة الموجودة في وزارة البيئة ونحن على تواصل معهم في التميل